لا تفكر أن كل المكسرات اللي بتتناولها هي مكسرات أصلية بل قد تكون مغشوشة بطرق لا تخطر على بال الإنسان فالمزورين اليوم بغش المكسرات بأساليب غريبة ولا تفكر أن كل مصانع الحلويات بتستخدم المكسرات الأصلية في صناعة الحلويات بأنواحها فقد تتناول حلويات بالفستق الحلبي وأنت تظن أن هذا فستق حلبي أصلي وهو بالحقيقة لا يحتوي على أي جرام من الفستق بل يكون عبارة عن خليط مزيف وكذلك الحلويات التي تتزين بالكاجو أو اللوز أو جزعين الجمل فالمزورين بيستطيعوا التلاعب بكل هاي المكسرات دون أن تدري أنك تتناول حلويات بمكسرات مزيفة في حلقة اليوم رح نشاهد أساليب الغش التجاري في المكسرات بأنواحها ورح تتعجب كتير من هاي الحلقة السلام عليكم أنا سامي مشتهو برحب فيكم خلونا في البداية نكسب الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وما بدي أذكركم قبل أن يبدأ لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واكتبوا لي بالتعليقات عن شو حابين أعمل بالحلقات القادمة والله الواحد بطل عارف شو ممكن يعمل كل شيء بنتناوله بتم التلاعب فيه وغشه بطرق لا تخطر على بال الإنسان حكينا في سلسلة غش المنتجات عن غش القهوة والشاي وأيضا غش زيت الزيتون والعسل والطحينة والحلاوة والطحنية وغيرها الكثير وصار عندنا قائمة تشغيل كاملة عن المنتجات المخشوشة بإمكانك مشاهدتها بالقناة للأسف عدد كبير من مصانع الحلويات لا تستخدم المكسرات الحقيقية بل تستخدم المكسرات المزورة المخشوشة ويتناولها المستهلك ظنلا منه أن هذه المكسرات أصلية وأحيانا نشتري المكسرات من السوق ونستخدمها بوصفات عديدة وتكون عبارة عن مكسرات مزورة وليست حقيقية خلونا نشاهد الآن كيف بتم غش المكسرات ورح نبدأ بغش الفستق الحلبي دائما بنلاحظ أن الحلويات مزينة بالفستق الحلبي وعلى الرغم أن الفستق الحلبي سعره مرتفع جدا لكن تعرض أحيانا حلويات الفستق بأسعار معقولة لكن بتكون حقيقة الأمر أن هذا الفستق يكون مخشوش كلنا بنعرف أن الفستق الحلبي الأصلي بتم الحصول عليه من شجرة الفستق الحلبي فبعد أن تنضج الحبات يتحول لون القشرة من الأخضر إلى الأحمر فبتم حصاده يدويا أو آليا من خلال مكينات الحصاد العملاقة بعدها بتم تمرير الحبات على مكينات تقوم بإزالة القشرة الخارجية للفستق الحلبي فيظهر أن الفستق الحلبي اللي بنعرفه هذا هو الفستق الأصلي لكن للأسف المزورين الآن صاروا يتفننوا في غشه بطرق غريبة خلونا نشاهد الآن أبرز طرق غش الفستق الحلبي أول هذه الطرق هو استخدام البازلاء الخضراء كما يقول المركز الوطني لمعلومات التقان الحيوية فأسلوب الغش هذا هو الأكثر انتشارا ومن الصعب تمييز أن هذا هو بازلاء وليس فستق حلبي ويتم ببساطة إحضار البازلاء المجمدة ووضحة مباشرة في تنجرة على النار والبدء بتحميصها وأثناء تحميص حبات البازلاء يتم تجهيز الملون الغذاء بلون أخضر وخلطه مع الماء ثم يتم إضافته تدرجيا إلى حبات البازلاء أثناء التحميص وبعد انتهاء عملية التحميص يتم إضافة نكهة الفستق الحلبي إلى البازلاء المحمصة ويتم طحن الحبات وأثناء الطحن بتم إضافة السكر ويمكن إضافة ملون غذاء أخضر مرة أخرى وبعد عملية الطحن يتم تحميصها مرة أخرى فتصبح وكأنها فستق حلبي مطحون بنفس اللون والنكهة والرائحة أو يمكن تحميص البازلاء في الفرن وتقليبها بين الحين والآخر ثم يتم إخراجها من الفرن وتركها لعدة ساعات ثم يتم تحميصها مرة أخرى لمدة قصيرة بعدها بتم وضحها بالخلاط وإضافة نكهة الفستق الحلبي ويمكن إضافة السكر المطحون أو ملون غذاء أخضر ثم يتم طحنها وبعد الطحن توضع في صينية ثم إلى التحميص مرة أخرى في الفرن فيخرج معنا خليط بنكهة ورائحة الفستق الحلبي ويتم استخدام هذا الخليط فيما بعد في حلويات الفستق الحلبي أو بتم بيعه في بعض المتاجر على أن فستق حلبي مطحون ولا يدر الزبائن أن هذا عبارة عن بازلاء مطحونة ومنكهة ومن طرق الغوش تحويل حبات الإقضامة لفستق حلبي ويتم ببساطة شراء إقضامة جاهزة من المحلات وإضافة ملون غذاء أخضر لها وكذلك نكهة الفستق الحلبي والسكر وممكن ماء ورد وماء زهر وبتم طحنهم بالخلاط ثم يتم تحميص الخليط فيخرج معنا وكأنه فستق حلبي مطحون ويقع حينها المستهلك ضحية للغوش أيضا يمكن صناعة الفستق الحلبي المغشوش باستخدام الفول السوداني ويتم ذلك من خلال تقشير حبات الفول السوداني ثم يتم طحنها بدرجة متوسطة لتظهر على شكل حبيبات ثم يتم إضافة ملون غذاء أخضر وإضافة نكهة الفستق الحلبي للخليط ثم يترك الخليط لمدة 20 دقيقة حتى يمتص اللون الأخضر تماما ثم يتم إدخاله بالفرن على درجة حرارة منخفضة لمدة ساعة تقريبا حتى ينشف تماما فيخرج معنا خليط وكأنه فستق حلبي ومن الصعب معرفة أنه هذا فول سوداني وليس فستق حلبي أثناء ضفتر الحلويات بأنواحها ومن الأشياء الغريبة والصادمة أنهم بصنعوا فستق حلبي مغشوش بواسطة السبانخ كما يقول المركز الوطني لمعلومات التقانة الحيوية اتخيلوا لوين وصل الغوش فبتم ببساطة وضع ورق السبانخ في الخلاط مع إضافة الماء وخلطه بعد الخلط يتم إضافة الزيت النباتي والبيض وخل أبيض وفانيليا بودرة وكذلك نكهة الفستق الحلبي والسكر ثم يتم الخلط مرة أخرى وبعدها يتم إضافة الطحيل مع القليل من الملح والبيكين بودر والخلط من جديد بعد أن يصبح الخليط متجانس يتم صبه في صينية وإدخاله إلى الفرن في درجة حرارة منخفضة لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى يجف الخليط تماما فبتم خراجه من الفرن وتركه ليبرد ثم يتم تقطيع الخليط ووضعه في خلاط وطحنه فيخرج معنا خليط يحمل لون ونكهة الفستق الحلبي فيستخدم الآن في الحلويات ومن الصعب أن يميز المستهلك أن هذا فستق حلبي مزور بعض المزورين ممكن يضيف في آخر مرحلة بعض حبات الفستق الحلبي المطحونة بشكل جزئي وتكون ظاهر الحبات بوضوح حتى يتم خداع الزبائن ويظن أن كل هذا الخليط عبارة عن فستق حلبي مطحون ولو يحتاج الخليط للون إضافي يمكن إضافته في النهاية حتى يظهر الفستق الحلبي بلون أخضر مميز طبعا مش كل الفستق الحلبي اللي بيظهر بلون أخضر جذاب هو فستق مخشوش فتقوم بعض مصانع الحلويات بوضع حبات الفستق الحلبي في ماء مغلي ويترك لمدة 15 دقيقة تقريبا وبعد مرور هالمدة تبدأ قشور حبات الفستق الحلبي بالظهور فيتم إزالة كل القشور بسهولة فيظهر الفستق الحلبي باللون الأخضر المحبب للزبائن بعدها بتم تحميص الحبات على نار هادئة بعدها تطحن الحبات في الخلاط فيخرج معنا فستق حلبي مطحون أصلي بلون أخضر مميز طبعا مصانع الحلويات لا تغش فقط الفستق الحلبي بل تغش تقريبا جميع أنواع المكسرات اللي يمكن أن تضاف للحلويات فمثلا يتم غش الكاجو كلنا بنعرف أن الكاجو الأصلي بتم الحصول عليه من شجرة الكاجو وكل ثمرة تحمل حبة كاجو واحدة وبفصل العمال الحبات عن الفاكهة ثم يتم تجفيف الحبات تحت أشعة الشمس وبعد التجفيف يتم التخلص من الزيت السام وكذلك القشرة السامة التي تحيص بحبة الكاجو ويمكن أن يتم ذلك يدويا أو آليا فتخرج معنا أخيرا حبات كاجو طازجة في حلقة إنتاج الكاجو حكينا بتفاصيل أكثر اللي حابب ممكن يشاهدها بالقناة طبعا هذا هو الكاجو الأصلي لكن سعره بكون مرتفع جدا لهيك مصانع الحلويات ممكن تستخدم كاجو مخشوش في الهند يتم صناعة كاجو بالنظام العجينة وبتم تشكيله بنفس شكل حبات الكاجو لكن الجميع سيعرف أن هذا كاجو مزيف وليس حقيقي لذلك الغش ما بنجح معهم إلا بالكاجو المطحون وجميع المكسرات المغشوشة نفس القصة لهيك إذا بدك تضمن أن هاي مكسرات حقيقية لازم تشتريها حبات وتبتعد عن شراء المكسرات المطحونة فبتم استخدام الفول السوداني مع بعض النكات والصبغات لصناعة كاجو مزيف مطحونة يحمل نفس نكة ورائحة الكاجو الأصلي وإذا اشتريت كاجو مطحون فقد تقع ضحية للغش وكثير من مصانع الحلويات للأسف تستخدم كاجو مطحون مزيف أيضا بالطريقة ذاتها بتم غش اللوز فبعد طحن حبات الفول السوداني بتم إضافة زيت اللوز المركز أو ما يعرف بروح اللوز ويستخدم الخليط في الحلويات على أنه لوز مطحون أصلي ولكن بحقيقة الأمر يكون عبارة عن حبات فول السوداني مطحونة مع بعض النكات الصناعية وأيضا بنفس الطريقة بتم غش جزعين الجمل المطحون فبتم خلط حبات الفول السوداني المطحونة غير المحمصة مع قليل من مكسرات جزعين الجمل المفروم غير المحمص أيضا مع إضافة نكة جزعين الجمل الصناعية فينتج عندنا جز مفروم يستخدم في صناعة الحلويات من دون فرق يذكر في القوام أو المذاق تقريبا لهيك النصيحة الأخيرة لا تشتري المكسرات المطحونة اشتريها حبات وانت طحنها بنفسك في البيت لا تضمن أن هاي مكسرات حقيقية وغير مغشوشة أما أثناء شراء الحلويات من الصعب كشف أن المكسرات المستخدمة مغشوشة لكن لو ركست منيح وكونت صاحب خبرة ممكن تكشفها طبعا يا جماعة بعد ستات البيوت بتستخدم الطرق السابقة في المنزل لتعمل حلويات غير مكلفة ماديا فمثلا بدل ما تشتري فستق حلبي غالي الثمن لعمل الحلويات بتقوم بصناعة فستق حلبي مزيف بالبيت بتكاليف أقل ومن خلال هذا الخليط بتصنع حلويات شهية بأسعار منخفضة في الختام بحب أذكركم أنه صارعينا قائمة تشغيل في القناة بتحكي فقط عن إنتاج المكسرات الأصلية بأنواحها بإمكانك مشاهدتها في القناة طبعا بهيك بنكون وصلنا لختام هذا الفيديو لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرسة وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء موسيقى